نقول يا سلاك ستفاعل، بس تجاوبني بصراحة أجاوب، أنا ما... من يطب المسؤول ما لهم يصيحون هالا بيك هالا، جيتك هالا، هاي مالما؟ ما صدام؟ ليش ما يقول يا أبا عيب ترى ما يصيح؟ ليش ما يعتوب هو نفس المسؤول؟ ليش ما يقول، تجده تسوه؟ ليش ما يقول أنه ترى ما يصيح؟ زين هاي الأغنية؟ هاي هالي الأمارة، هاي مالتحرير الفاو شو نزلوه وعليم، شو ما قلوا بتاعي هاي الأغنية مالفلان؟ ليش ما يستخدمه؟ ليش مرة من المرات بالبرلمان ونشيد وطني خلوه لهم النشيد القديم؟ ما أدري وين؟ لا لا، أنا طلعت هنا بالحلقة أغنية تغنت باسم صدام تمام؟ الناس اللي يتلوقون رئيس الوزراء السوداني سووها للسوداني، هاي ابن السوداني يا عشر والله العظيم جديد؟ اي اي اي، نفسها مالصدام، قلبوها سووه للسوداني زين هذول ما يتحاسبون؟ لا، هاي يعني، تتور لا والله، أنا إذا حتي لك أنا طلعتها بالحلقة جاي أغنية اتغنت الصدام ما أريد أغنيها أنا، ما عندي اتغنت الصدام الجو الجماعة قلبوها سووها للسوداني وحتى أنا حتيها تطلعتها وطلعتها مقاطع قلت له ما يصير عب لا، هاي هاي هاي، هاي، هاي شنو؟ خلي اقولك بالزمن القديم اي سبعة وتسعين الوستة وتسعين اي كان تصير عيد ميلاد الرئيس وتصير حفلة مثل يوم الضربة مع العدي تصير هذه المناسبات مناسبتين واحدة ورلخة انا ما رحت اي جنت مريض فعلاني منه كتب علي مسؤول الحزبي مع المنطقة وقعد هذا المطرب كل ما تيجي حفلة يمتنع يمتنع كل ما قوي صح شعلوني ودوني على المنطقة ستعاش يوم الا تأكدوا انه انا جنت مريض ذاك اليوم وما حضرت حفلة فلان ما وسألوا علي قلت ليش يمتنع انا مريض جنت اي انت مو مخير مو سير يعني حفلاتك ومراتك انت تروح نص ساعة المهم تثبت وجودك مشاركة اي هذا الوقت كله ما عندي فيديو كلب ولا غنيت انا قلت لك يا اب اول الحلقة قلت لك انت بحياة صدام ما غنيت هاي المفروض الناس تنظر الى هيتش موضوع هذا الموالد غنى يعني الرجل ميت انتش يجي على بالك هيتش مقطع وتقعد تشير به وتكرر وتنزل وهو الغاية من عندهم ما يرفون غاية من هذا الترندات يعني ترجمة نانسي قنقر